السلام من ابنات سلام وتتبيعاتي الغاليات كيسترومة لبس عليكم كنتم انايربيتكم كاملين بخير على خير في احسن احوال ان شاء الله اليوم اجيتكم فيديو جيد وقبل ما نبدأ بشاهدين الكرام صلوا على حبيبنا المصطفى فاللهما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهلي وصحبه اجمعين اول حاجة لابنات وغيرش نشكر قاع المتتبيعات الوافيات لكي سقسوا عليها في انستغرام كيقول لي فين غبرتي وفين مشيتي وقع محطتنا حلوة العيد وهذا فشكرا شكرا لكم بزاف انكم كتتقسوا عليها لا اعطاكم ما تتمنى ولا اعطاكم الخير واشركم بروكة وشكرا جميع المشاهدين فغيرتقول لكم البنات والله الاغي معاتها ما روش قاوصافي فانتم معارفين اواشو العيد الصراحة بنسبة المتتبيعات اللي قالوا لي قع محطتنا حلوة العيد واشا ما تيش حلوة اللي ما عملتيش فانا ابنات ما عملش الحلوة العيد والله القسم ما عملت ساشي حاجة كنت ملاهية جبت تخمال ديال الضار ودماج ما صورت لكم مني فيديو ديال روتين التنظيف نيتها حاجة فكنت ايانا شوية بلا ما اشكاليكم عليها اقبرت لكم وابار المسئوليات والاشغال وهذا فقط ناخدوا واحدة الراحة واحدة شوية ما عارفين انو تصوير كياخدوا الوقت ابار المونتاج وهذا فليهذا اخدت واحد العطلاق سورة ولكن ما تخافوش انا مرة مرة بقى نطلل عليكم ومن قوت بزاف الناس اللي سقسوا عليها والله الى الله يجزيهم باخير بزمد المتصبات اللي سقسوا عليها معلت لكم هذا الفيديو هذا رغي قصير فيديو خفيف ضريف قلت اعجي نعمل لهم بعض المشتريات اليوم في هذا الفيديو البنات سنعمل لكم بعض المشتريات لشيط العيد قلت اعجي نبارتج معهم المشتريات لشيط الوليدات عليش الله منها تاخدوا فكرة منها تسمعوا الصوت ديالي او لا وميساء وميساء اقاد لكم شي تكسوا علي مهمة البنات بنا نطلل عليكم منها تسمعوا الصوت ديالي انا عارفة رأيكم توحشتوني كيف ما توحشتكم فوالله الى شكرا لكم بزاف ومرحبا بقاح المتسبيعين والمتسبيعات اللي انضموا جداد مؤخرا على القناة كشكركم من اعماق قلبي وكان بارك العيد لجميع الدول او لا جميع المتسبيعين اللي عيدوا اليوم فعيد مبارك سعيد اللي يدخلوا علينا وعليكم بصحة ولهنا فاحنا تل غدا ونعيدوا انجع بارك لكم العيد ان شاء الله غدا ان شاء الله انا غادي مداوة على بركة الله اول حاجة غادي نتقسمها معكم ابنات هي الكسوال لشيط البيلال فهادي هي اول لبسة فانا شيت لهم جوج جوج صراحة اول حاجة شيت له هاد تي شورت هادا كما كاتشوفو صراحة عاجبني الموديد ديالو وتال لون ديالو كما كاتلاحظو في خطوط في الابيض والاحمر الكل ديالو في بلو مارين صراحة مزيون عاجبني بزاف والتاتو بزيالو مزيون وتاشكل هادا ديالو من تحت جافحة القميجة اخديت له مع هاد الشوت هادا بالنسبة للشوت فكما كاتشوفو في بلو غوية الازرق ملاكي صراحة عاجبني هاد الكولور بزاف را انا ما اخديتهم شابنات كومبلي را كل حاجة اخديتها بحديتها الشرط بحديتو و تي شورت بحديتو حاوت ما امكن انني نصق غيمة بين الالوان و هاد الشورت جانبي لكي تواتى مع هاد تي شورت هادا كانت من الدق ديالي صراحة يعجبكم بزاف وخليولي ارقكم في تعليق كيفاش جاتكم كسيوات وكيفاش جاوكم اللبيسات ثاني حاجة شريط البيلال هي هاد القميجة هادي المهم هاد العيد اللي ضربنا ضربنا على احمر على اللون الاحمر خديت له هاد القميجة كما كتشوفو بالكمام ولكن تبدالها برد صراحة مزيونها بزاف هاد الموديل عجبتني خديت له معها هاد السروال هادا ما خديت الشورت خديت السروال إلا كانش نهال برد ولا شي حاجة خديت له السروال في الجين كما كتشوفو فهاد الكولور هادا تواف الزرق مغلوق صراحة مزيون كعجبني هاد الكولور في الجين هاكي فاش كتجي اللبسة باقي خصني نقص له في السروال هي تجه طويل وباقي خصني نده الخياط باش نقص له فيه هاد هي اللبسة الثانية اللي شيت لبيلال وشريط له كداليك هاد السبردينة هادا ما شريط لهش سباط فخديت له هاد السبردينة في اللون الأسود مشي تقول لكم في اللون الأكهل للأسود عفوا الصراحة بالنسبة للسبردينة فمشي انا او لبابا اللي اخترها فاخترها بيلال براسو عشباتو قال لكم سيدي انا بغيت ناخد هادي اسود وصافي خدينا لغة وحدة ما اخديت لهش سباط ولا شي صندال وحدة اخرى هادي قد غديت تواتة تجي مع هاد اللبسة و تجي مع هاد اللبسة صافي هادا مشي تلبيلال للعيدة البنات بالنسبة لروميسة فاشنو اخديت لها اخديت له هاد الاغوب هادي او هاد كسيوه هادي الصراحة عشباتني بزاف حمقاتني حمقاتني غيشفتها قوز غادي انتهالها فيها دولتيقابانا الصراحة احتد توب ديالها مزي ونصيفي وحتى الالوان اللي فيها عشبوني بزاف الوان ربيعية الاصفر والغوز والخضر الصراحة هاد الالوان كلهم كيتواتوا مع بعدياتهم وفيها الوريدات اجبتني بزاف حمقاتني قلت غادي جي بيها روميسة ان شاء الله كيتحمق يا ربيعي العالمين مهم فيها السميسة كما كتشوفوا في الواسط ثاني حاجة اخذتها هاد اخذت لها هاد الكسيوة هادي بالحق هادي ما عنداش يليدين كما كتشوفوا في اللون الاسود فيها قليبات هيدا في الحمار تاية دولتيقابانا تاية توب ديالها مزيون اجباتني فقط ناخدها لها انا اخذت الراسي قميجة تقريبا فيها الوان فحل هادي باش نعملو انا وروميسة فحل فحل واخذت لها هاد صبات هادا باللاتين جبدوليكم ماخذت لهاش صندالة ابناز قلت اجي ناخد هاد سبيبات هادا باش تلبسوا مع جوج دكساوي ويجيها مزيون صراح عاجبني هاد الموديل كما كتشوفوا هدوك عقيقات صراح عاجبني هاد الموديل بزاف وقلت ناخدوليها عيوات الصندالة هلش اصلا عندها الصندالة صافي قلت غادي يجيها مع هاد اللبسة ويجيها مع هاد اللبسة اخذت لها في اللون تيال البيج هاد قشرات ديال الدونتال اللي كيجيبوني بزاف البنسات الصغورة كيجيوا فحالش اميرات مهمة الناس هادا ما اخذت البنسي روميساء كتبنا فعلا دوق ديالي يعجبكم وكما قل لكم خليولي اعراءكم في التعليق اكيد قولوا لي واش اعجبكم كساوي مهم هادي هي ما اخذت روميساء غادي نجوزو نجيب ليكم مشتايت اللي اخذت انا اما شنو شريط الراسي فشريط الراسي هاد اللبس هادا احنا يا البناس بالريفية غتي نعلمكم واقيلة الريفية شريط هادا ولكن اش غنقول لكم على الظهر اللي عندي ما لقيتني الطاية اللي بغيت بنسبة لهادا هادا رغضي تكون وضيج اشتروا معي في الفيديو اللي عملت لكم فيه جولة في السقولة الميمون كان عجبني بزاف ولكن كما قل لكم ما لقيتني الطاية اللي الكولور انا كان عجبني داك الروز زوين بزاف ولكن للأسف ما لقيتش ما لقيتش فيه الطاية وقت طريت ان انا اخد هادا الموف هادا بالنسبة لهاد الموف هادا ومزيج من الصراحة موى مدول موضي يزعلو فيه ريدات وعقيقات وفي هاد الشوشات هادو صراحة مزيون موى محتدتو بزعلو بارد وقلت ارى ان اخدو بالكمام ما بغيتش ان اخدش البس هادا بلاكم واخده بس في الحراو هادى ولكن اخديت بالكمام باش انفانيت صلصة قلب الناس انتو ما عارفين وصافي اخديت كذلك هاد القميجج بلاس نسرحها لكم بالنسبة للقميجج هادا وشكل زيالها دول موضي زيالها يعني هادو اللي خرجوا دابا صراحة مزيونة بزعف واخديتها في الاسواد والابيض والاحمر في حال ديك البسادر وميساء كما قلت لكم باش نعملوا في حال انا وياها وانا فاشكن فغير نمشي نشير رومي فكن حاولت دائما انا نشي الحاجات تكون طويلة فهاد القميججج طويلة بزعف تل ركبة ودتوب ديالها جوين وبارد صيفية والله لا عجبتني بزعف خلص مع هاد السروال بلنسبة لهاد السروال هاكي في عامل ماشي مزيير بلعكس تماما ومدك نعدي على الموديل اللي كيكونوا واسعين انا هادو كم قصة عملهم دائما صراحة يعجبوني بزعف وعندي ابنهم بزعف فزوينين وصيفيين وصافي كنتمنى هاد الكسوه هادي دياليس كون اجباتكم وين فرحت راسي في العيد ملسيت شراسي ومخليت شراسي هاد مقبطات زيال شعر وميساء هادو في حمار على شكل بابيو وهادو على شكل فراشات جور في خضر وحده في الحمار صراحة مزيونين بزعف نزيين ليهم بعشارها وقدت كذلك هادو اللي شكل وريدات في اللون الاسود والوردي في الغوز وكحل صراحة مزيونين وهادو الحمر فيهم في وصف الدهبي في الضوغي اجبوني بزعف وهم يتوتو ليها مع الباسي اللي شريت ليها واخر حاجة غدي نبارتاجها معاكم مع البنات هي هاد الكادو هادا ماشي كادو شديته وانما كادو غادي نعملو لما غادي نعملو غادي نعملو كادو الحماتي فاقلت اجي نفرحوها في العيد نشيو لها شي حاجة عايت ما فكرت صراحة شني غادي نشيلها شفت كنت مشيت نتقدع الاشي حوي جاهز خرج وشفت هاد الصابو هذا عجبني بزعف وقلت ارى ان اخذو ليهم صراحة مزيون بزعف مريح فاقلت ارى اندهليها فاقلت منها فعلا يعجبها ولكن انا متأكدة انه غادي يعجبها بزعف حيتش ماشي اقول لكم انا انا اعضب لها من قوليس انا ولكن الدغت ذالي كيعجب حماتي وكيعجب بزعف ذي الناس صراحة من غير حماتي يعني فاش كنشي شي حويجاج سواء من الملابيس او لبعض الاغراض للمنزل ذالي او لوليداتي فكل قد دغت ذالي كيعجب بزعف ذي الناس يوصفي انا متأكدة انه غادي يجبها فاقدي سليف لون الاسود كما تشوفوا ديال قوتيتي يوصفي البنات والله الصراحة مزيدة لديك الاحساس انكم تعطيوا كادو الشيحد او لا يعطيكم كادو الشيحد فكما قال خيرو خلقي الله تهادو تحبو هذا ما كان في هذا الفيديو وكنتمنى في علان الفيديو هنا لا تنسوش تحطو له لايك لا تنسوش تبارتجوا الفيديو والاول مرة كتشفتني من خلال هذا الفيديو هذا مرحبا بها في قناتي بالضغط على الاشتراك وعلى الجرس اشتركوا بروك وعيد مبارك سعيد